خلال مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن تفاصيل استضافة المنتدى الحضرية العالمي واصف رئيس الوزراء المنتدى بأنه ثاني أكبر حدث فعالية تنظمها الأمم المتحدة بعد مؤتمر مناخ مشيرا إلى مشاركة نحو 20 ألف شخص بالمنتدى من 179 دولة قاهرة بتتميز بثراء التجارب العملية لكل البرامج والمشروعات اللي بيتبنيها برنامج الأمم المتحدة المستوطنات البشرية أو الهابيتات وحدد حضراتكم ما المقصود بذلك أجندة الهابيتات بتبقى بمعنية من بدءا من التخطيط العمراني والتخطيط الاستراتيجي مرورا بتنمية المدن والمناطق الريفية تطوير العشوائيات تنفيذ مشروعات الإسكان الميسر لمحدود الدخل مشروعات البنية الأساسية مشروعات النقل الحضري مشروعات تنمية وتطوير البيئة